بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعينا عليه نتوكل ازاكم الشباب ياربوا كنوا بخير عازين كنا ان شاء الله بإذن الله في فيديو النهاردة نتكلم عن موضوع اسم الكروموزومة الأبرجيجنز واللي يبي معناه اصح طفارات الكروموزومات طيب موضوع النهود يا شباب كده موضوع مهم جدا عشان نبدأ نتكلم ان شاء الله في الامراض Like Down Syndrome بالفيديو اللي جاي عشان تفهم ان شاء الله Down Syndrome ونفهم قويس قوي الميكانزم بتاع Down Syndrome لان انت ان شاء الله باذن الله مثلا لو انت جيت بسيت معي وفتحت The Down Syndrome وانا بتكلم عن The Down Syndrome هتلاقيني بتكلمك في الغاز وتلاصيم عشان تفهم الغاز والتلاصيم ده هي لازم نتكلم عن موضوع اسمه الكروموزومال أبريجانس تمام؟ بمعنى اصح اللي هي الطفارات الخاصة بالكروموزومات عشان ابدأ اتكلم عن الطفارات الخاصة بالكروموزومات انا محتاج افهم الميوزيس والميتوزيس ايه ده بتاع سنة اولى؟ اه بتاع سنة اولى مفروض ان انت فهمه كويس اوي وحفظه كويس اوي ولكن انا هعيده لك تاني على السريع وهقولك ناخد بالنا من ايه؟ وبعد كده نيجي نتكلم عن الحاجات دي بعد ما تفهم الميوزيس والميتوزيس كويس اوي هتلاقيك فهمت الكلام ده يا شباب طيب اه لو انا بدأت داون سندرون بدون ما تكلمك في الكلام ده طيب انا انسان انا مش عارف انا بعمل ايه؟ بيضوي يعني فلازم يا شباب تسمع الكلام تعرف مصلحتك كويس اوي تعرف احنا ماشيين بالترتيب ازاي الترتيب ده مهم هو عن قصد وعارف كويس اوي كل حاجة بتمزل امتى وبتنزل ازاي؟ والوقت المناسب لها ايه؟ اقول المطلوب ليك ان انت تمشي معايا بالترتيب اللي انا ماشي به تبدأ تذاكر اللي انا بقوله ونتقابل ان شاء الله بازن الله اخر السمسطر واحنتوا كايبين احسن درجات ان شاء الله يلا يا باشة باسم الحمال رحيم كنا نتكلم عن الميوزيس والميتوزيس الميوزيس و ادى الميتوزيس نركز مع بعض طبعا انت عارف ان الميوزيس بيحدث في الخلايا الجنسية والذي منه يتم انتاج الحيوانات المنوية للسبيرم اميل والاوفا ان في ميل اما الميتوزيس فده بيحدث في الاوتوزومال سلسل طيب في الميوزيس يا شباب بيقولك ان انت والله يتبقى بادك بخليه فيها ال 2 n اللي هو العدد الكامل من الكورومزومات يعني ايه يعني يعنى وهو 46 كورومزوم او 23 بير من الكورومزومات ثلانيما بيحدث ما في السمسطر عن ميوزيس اول اسمسطر دي اللي بقول عليها first mutic division الإنقسام الميوزي الأول ودي اللي فيها بطلع خليتين كل خلية فيها ال N من الكروموزومات يعني N يعني دي فيها 230 single الهو هو البلويض ودي فيها 23 single بعد كده بنخش على Wisconsin saying that м最ob crélings واللي هي ال N تهيت حلو الكلام بتطلع لكمان وحدة N ودي بتطلع لكمان وحدة N وده اللي بقول عليه بال second mutic division اسمه ايه؟ اسمه second mutic division second هو meg perfect division اللي في الأصل بيبقى عبارة عن ميتوزيس للخلاية ده للخلاية ده والإن دهية يا شباب هي كمان برضو بتطلع لك خليتين حلو دي إن ودي إن طيب ممكن تكون الخلية دي إما أوفا لو كانت في ميل ممكن تكون سبيرب لو كانت ميل أما الميتوزيس بمنتهى الوضوح والبساطة اللي في الكون هو عبارة عن خلية بيبقى فيها ال 2 إن حلو هذه الخلية اللي فيها ال 2 إن بتنقسم وتعطي لك خليتين الخلية دهية فيها ال 2 إن والخلية دهية فيها ال 2 إن ده بمنتهى الوضوح والبساطة دي اللي بقول عليه يا شباب بالميتوزيس طيب حنا طبعا فاكرين من الهيستولوجيش كان يقول لك عندك أربع مراحل الميتافيز أو خلنا نبدأ الأول بالبروفيز ثم بعد ذلك الميتافيز ثم بعد ذلك الأنا وفي النهاية التيلوفيز أنا مش متكلم عن الكلام ده لو انت عايز تفتكره ابقى فتح بقى كتب الهيستولوجي وفتكر الكلام ده أما لو أنا عايز إيه أنا عايز أعرف كويس قوي كل عملية من العمليات دهي اللي بيحصل فيها وإيه هو علاقته أو إنديكيشن زيليه في الأطفال والإنديكيشن زيليه في الأمراض الخاصة به الجينيتيكس طيب بسمي يا عمد رحيم كده يا شباب تركز كده معي معي هزين إيه ننزل كده تحت شوي بسم الله هنبدأ بس كده بسمي عمد رحيم هنتكلم بقى بالتفصيل المهم اللي شوي عن الميوزيس اللي حصل كالقات يا شباب إننا إيه اللي بيحصل في الميوزيس بيبقى عندي الخلية وهذه الخلية فيها 46 كروموزوم بتقوم جاء الكروموزومات بتاعتي مترتبة كل بيرز هلو جنب أخو كده مترتبين في منتصف الخلية اهو كل بيرز جنب أخو كل بيرز جنب أخو وبعد كده بيحصل عندي أنا بسطبق الأحداث طبعا بيتكون عندك ما يطلق عليه بالسنتريول سبك منه ويطلع منها حاجة اسمها السبيندلز شوف دي تطلع سبيندل هنا كده سبيندل اللي يعني سبيندل خلية المغزة لو أنت فاهم بالعرب وده هي اللي سبيندل تطلع على الكروموزوم التاني هاو تمام اهو 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 كل واحدة من دول تشد نحيطها انت واخد بالك اللي سبيندل هنا ماسكف ايه ماسكف كروموزوم كامل أنا هنا بتكلم عن مين أنا هنا بتكلم عن الميوزيس تمام حلو قوي وبعد كده دي تشد النحياتي ودي تشد النحياتي وبعدين نكون خلية ونكون خلية فالنتيجة النهائية يا شباب النتيجة النهائية يا باشا ان انت هتلاقي عندك خليتين اهو على السراء كده لسا نمتدل عمش عايز تطول بالحيطة دي اهو اهو هذا خلية هي حاج ما يكبر شوية وهتلاقيك خيوط المغزة للنحياتي هي اهي وهي وهي كل واحد من دول واخد المغزة للنحياتي هي وهي وهي كل واحد من دول ما لها دكتور شد كروموزومة ده ماسك كروموزوم وده 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 ماسك كروموزوم وعلي كده يا باشا ده تتأسم وتعتلق خلية ده تتحط كده بممبرين وده تتحط بممبرين والنتيجة النهائية ان انت هيبقى عندك خلية دي اذا خلية وادا خلية الخلية ده هي انا بادئ بكم انا بادئ بستة واربعين كروموزوم او تلاتة وعشرين بير من الكروموزومات النتيجة النهائية اني بقى عندي تلاتة وعشرين كروموزوم هنا وثلاتة وعشرين كروموزوم هنا هيبلويد دا يا شباب دا هيبلويد اما دا يا شباب دي ديبلويد لو انت فاهم او مذاكر الفيديو اللي فاته فللذلك بنقول ان احنا بدئين هنا باتنين ان وانت هنا في الفيرستمويتك ديفيجن بان سألة دي همتعندو اي مشكلة في الكلام ده تمام حلو حلو اوي نيجي بقى للمعلم دا بقى اي باشا الساكند مايويدك ديفيجن ايه اللي بيحصل في بقى بص كده بقى معي ركز اوي 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 وفهم انا هنا لسه بتكلم في عملية السبيرم اند اوفا اللي يحصل كالقات يا دكتور شايف التلاتة عشين دول ممتاز اوي ايه رأيك التلاتة عشين دول بيجوا ينقسموا ازاي اذا الخليه ايه حلو اوي بيحصل اي يا دكتور بتقوم جاية برضو التلاتة وعشرين كروموزوم حلو اهو مترصصين في النص خلينا نغير اللوح بترسم ورايا يا ريت وانا هرسمهم لك برضو بخط الايدة تلاتة عشين كروموزوم مترصصين في النص كده حلو ممتاز جدا ده مين ده السنترومير وده سنترومير وده سنترومير بعد كده بتتكون عندك خيوط المغزة لاش اده خيوط المغزة ركز بقى معي الخيوط المغزة ده المرادة بتمسك في ايه يا شباب في السنترومير اهو وهو وهو هنا مسكف مين انا بتكلم هنا في السكن دمائتك ديفيجان المرادة مسكف مين في السنترومير ويشدوا يا باشا وهم بشدوا يعملوا ايه يا شباب ده الكروموزوم بتاعي ده الكروموزوم بتاعي بيقسموا لك الكروموزوم بالطول لونجتيودينال فيطلعو لك ادى كروماتين وادى كروماتين لما تقسم الكروموزوم بالطول تقسم السنترومير بالطول تطلع لك تو كروموزوم. يبقى انا قسمت ايه? longitudeinary. ده normal اه? عشان انا شوية بالضبط هقولك ايه اللي هيحصل لو قسمت الكروموزوم بالعرض او لو قسمت السنترومير بالعرض. لما قسم بالطول هيبقى الشكل النهيية عامل ازاي? بص كده بقى معي. ده هيطلع لي خليتين. انا عايز ارسم بقى معلشي. هرسم لك بالجنب ولا خلان نرسم تحته بعضة كده ايه عشان يبديني يقلطف شوي. اهو. نفس الخلية ايه او قبل ما انطلع خليتين. هيحصل هيبقى عندك الشكل ده. بص كده معي. هركز كده معي. ادى الخلية ها? تمام? حلو اكي. وهتلاقي الشكل بقى عامل كده. ده اواخد حتة. وده اواخد حتة. وده اواخد حتة. وده اواخد حتة. وده اواخد حتة. من الكروموزوم نص يعني. اهو. ودي مين يا شباب? دي عبارة عن خيوط المغزل. باللي عليك افهم. انا والله العظيم يا شباب ما بشرح الكلام ده الا عشان تبقى انت فاهم وليس حافظ. يعني ما انا ممكن ابدأ في الموضوع على طول وهقعدة للشلة الكلام وهتبقى حافظه صمع. بعد كده اللي يحصل بناء انا على القعدة اللي بتقول بي سبيرنج ميكانيزم. فانا الوقت ده هوت هيكون الكومبيليمنتري ليه. يعني الكروموزوم ده هيكون الكومبيليمنتري ليه او الكروماتين ده. وده هيكون الكومبيليمنتري وده هيكون الكومبيليمنتري وده كومبيليمنتري وده كومبيليمنتري. وبعدين اللي يحصل ده هي فتحاط بغشاء. وبعدين دي تحاط بغشاء. وبعدين في الاخر يقوم راح منقص معطيلك خليتين. الخليتين هيبقى عبارة عن ايه? ده هي فيها 23 انت او 23 كروموزوم اسف ودي فيها يا ش عدم شئفاني شباب 23 يستمعلي يممشح عندي بـ PARED أو AUVA يبقى، أنا بدأت في هنا ويبقى، أنا بدأت في بـPAR-S synglu وانتهيت به 23 كروموزوم هيفلويد النمبر يعني بسنجل وليس أزوي حلو قوي إيه رأيك بقى؟ وركز بقى معايا في الاحتمالات الآتية إيه هي الاحتمالات الآتية؟ الاحتمالات الآتية شباب إن أثناء هذا الانقسام يعني أثناء هذا الانقسام اللي انت شايفه بعد ما أنا شدت الكروموزومات بتاعتي شايف العملية ده أو المرحلة ده اللي فيها اتكون خليتين ما حصلش الكلام ده يعني إيه يعني؟ يعني أنا جيت أسامت الكروموزوم بالطول خلاص تمام وطلع لنسخة هنا ونسخة هنا وبعدين رح تمكمل الكمبييرمنتريل ده ورح تمكمل الكمبييرمنتريل ده ولكن، ولكن ايه يا دكتور ما تفصلتش الخليتين الخلية مقدرتش أو الخلية ما تأسمتش الخليتين مقدرتش أوزع الكروموزومات لخليتين فإيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل يا شباب إن امسحبо ده كده هذا الاحتمال الأولين يهو اللي هيحصل إن هيطلع عندك تمام؟ سبيرم او اوفا في ايه في 23 زائد 23 مش احنا ضعفنا انت ضعفتهو ولكن ما اتفصلتش طلعو خلية واحدة بس خلية واحدة حلو او افترض معاك ان الخلية الوحدة ده هي شباب كانت اوفا ام جاي هذه الاوفا مخصبها لك سبيرم هيقوم اللي سبيرم عطولها ايه اللي سبيرم فيه 23 فبقى النتيجة النهاء ايه 23 زائد 23 دولة اللي جايين من ولكن الخلية فشلت في الانقسام ايه السبب ان كان عندك مشكلة في الاسبيندل على فبيل المثال وادى الاسبيرم ام عطلك 23 فبقى ايه اللي بيحصل بقى بقى عندي 3 نسخ من 23 سنجل كروموزوم ده مرض هنتكلم عنه الوقتي اسمه التراي بلويدي يعني التراي بلويدي قالك التراي بلويدي يعني انت عندك الكروموزومات اللي هي 23 في منها 3 نسخ يعني فيه تضاعف مرتين للكروموزوم او لعداد الكروموزومات اللي هي 23 ده مرض بسميه تراي بلويدي جاي من عارف انت هي بلويدي يعني مصف العدد بلويدي يعني ضاعف العدد اما تراي بلويدي يعني 3 نسخ رأيك ايزي بيزي زي الفورد طيب معلش انا كنت بتكلم هنا في مين وانا بتكلم في جهة فذا مثال لايه اللي ممكن يحصل اثناء الديفجن واثناء عملية تكوين الجامل فلو انت حصل عندك مشكلة في خيوط المغزل في الاسبيند اللي هي حلو بعدما الكروموزومات بتاعتي تضاعفت ممكن يعمل لي تراي بلويدي في الغالب ما بيعش بيضاوي يعني طيب عايزة ادي انت كمان بسيطة عن الميتوزيس وارجع للموضوع بتاعي هتكلم عن الميتوزيسة اللي بيحصل في الميتوزيس انا ببدأ بخلية الخلية دي فيها كام فيها 46 كروموزوم او 23 كروموزوم اللي بيحصل كالقاتي هذه الكروموزومات الجميلة المحترمة بتاعتي بتبدأ تترسس في منتصف الخلية زي ما انت شايف كده ده مين ده في حالات الميتوزيس تمام 46 يترسسوا في منتصف الخلية وبعد ما 46 يترسسوا في منتصف الخلية تيجي الخيوط المغزل هي وتتكون وادا خيوط المغزل تمسك في السنترومير وتتكون وتقسم لك 46 كروموزوم بنطول فايب عندك هنا ايه 46 كروماتيد اهو ادى الخلية خلاني نرسم بنفس الالوان في نحية و46 كروماتيد ايه يا شباب في نحية اهو ادى خيوط المغزل بتاعتي وادا خيوط المغزل بتاعتي دي اتشادة كروماتيد اهو ادى كروماتيد كده 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 ودي شادة كروماتيد تانية اهو خلاص قسمة مين الكروموزوم بالطول هنرجع نكمل الكمبيليمنتري اهو وهنكمل ايه الكمبيليمنتري وبعد كده يا باشا نروح فصلين دية في ممبرين اهو لخلية ودي بممبرين لخلين فيبقى العدد النهائي ايه انا بدأت ب 46 انتهيت بخليتين كل خلية فيها 46 كروموزومة دي خلاص يعني فيها ايه شباب فيها 32 بير اللي انا بقول عليها ال 2 ان ودي 2 ان سهل دي سهل دي طب اي رأيك لما انا بعمر انا رصصت الكروموزومات في النص وبعدين جاءت خيوط المغزل بتاعتي وشدت لك الكروموزومات او فصلتهم لك وبعدين حصل مشكلة في خيوط المغزل في اللي حصل فالخلية اللي قدامك ده هي ما حصلش عندي يعني ما تقسمت بعد ما انا ضعفت الكروموزومات او ما تقسمتش الخلية دي اتروح ما اطلع لك خلية في ايه او هتطلع لي خلية فيها 46 زائد 46 يعني كم يعني 23 زائد 23 زائد 23 زائد 23 يعني 23 تقرر القمره اربعة ده بقول عليه تترا بلويدي وفي الغالب الخلية ديت ما بتعشي او التفرده ما بيعشي يعني ايه يعني يعني انت مثلا بعد ما انت على تبيلي المثالة هو كان عندي اوفا طبيعية وكان عندي اسبيرم طبيعي حلو في شو اي مشاكل ده 23 وده 23 خصة ببعض ورحوا كونولك الزايجوت حلو الجنين هذا الزايجوت كان كام 46 كروموزوم او 23 بير من الكروموزومات وجي الجنين ده ينقسم ام منقسم واخد لك الباترن ده اللي هو ايه الخيوط الاسف الكروموزومات ترتبت في النص خيوط المغزل جاد شدت اسامت لك الكروموزومات الى تو كروماتين الكروماتين كان بل الكمبيليمنتري ليه ولكن الخلية ما اتفصلتش الخليتين وامت بقت خلية واحدة بس فبالتالي انا ضعفت عدد الكروموزومات ولكن بدون انقسام فهيطلع لك خلايا فيها 23 اربع مرات ده اللي بقول عليه التترا بلويدي في الغالب برضو الجنين ده بيحصل له ابرشن وما بيعش شي انت فهمت كده اللي هنت بس عن الميوزس وعن الميتوزس عشان لما جا اقولك ده نهيبقى عندي مشكلة في خيوط المغزل هيبقى عندي مشكلة في بيحصل عن عندي موضوع او حاجة اسمها نندس جونكشن بتقدر انت تربط الاحداث ببعض يلا نفتح المذكرة معلش كده في العشر دقيقة دول مهمين جدا مهمين جدا في فهم محاضرة النهاردة ومهمين جدا في حتة الدون سندروم وهتريحنا كثير يا شباب انا انا صراحة ما افورتش انا اديتك هنت بسيط خاص يلا يا باش بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن الكروموزومة الابريجنز يعني التفرات الخاصة بالكروموزومات عندنا يا شباب التفرات الخاصة بالكروموزومات بنقسمها تلت تأسيمات اول تأسيمة ممكن يكون التفرة عبارة عن نيوميريكل وات الزامنينج of نيوميريكل number يعني المشكلة عندي ليست في تركيب كروموزوم ولكن في اعداد الكروموزوم اول مشكلة اسمها بولي بلويدي يعني بولي بلويدي بولي بلويدي يعني اعداد كتيرة يعني ايه يا شباب اعداد كتيرة بمعنى انتخبت معايا ان لما يكون الكروموزوم في منه نسخة واحدة بس ده بقول عليه هيبولويد طب لو الكروموزوم الواحد في منه نسختين ده بقول عليه 어디بلي وانسي بقى ان الكروموزوم بقى فيه اكتر من نسختين ده اللي بقول عليه يا اكتر من ايه من نسختين فبيقولك تعريفم دي ركز كده عليك مهمة قال لك يعني ايه يعني مضاعفات يعني ايه مضاعفات يعني ايه يعني المفروض ان انا عندي الكروموزومات بتاعتي 23 زائد 23 او هو لو ده خلية جسدية فيها 46 كروموزوم ولو ودي خلية جنسية فهيبقى فيها تلاتة وعشرين في البولي بلويدي بقى انت معاك مضاعفات التلاتة وعشرين يعني اي يعني يعني عندي تلاتة تلاتة وعشرين اربعة تلاتة وعشرين خمسة تلاتة وعشرين ستة تلاتة وعشرين فبالتالي البولي بلويدي ممكن تكون تراي بلويدي يعني ايه تراي بلويدي يعني تلاتة في تلاتة وعشرين يعني انا عندي تلاتة وعشرين كروموزوم زي التلاتة وعشرين كروموزوم زي الثلاثة وعشرين كروموزوم يعني الثلاثة وعشرين كروموزوم متقررين مرتين ده بقول عليه تراي بلويدي او البولي بلويدي او تترا بلويدي يعني اكتب كده تلاثة وعشرين زي الثلاثة وعشرين زي الثلاثة وعشرين زي الثلاثة وعشرين حيث ان تترا يعني اربعة طيب معلش يا دكتور هو البولي بلويدي دهوت ممكن يحصل ازاي بص كده في الصورة دي معي ده كده هبلوي كله كروموزوم منه نسخة واحدة بس ده بلما يبقى كله كر في منه اربع نسخ. ده اللي بقول عليها تيترا بلويدي. قال لك اسباب بقى البولي بلويدي سواء كان تراي بلويدي او تيترا بلويدي هي مشكلة في الاساس في خيوط المغزل هيحصل فيها فشل. مش هتقوم بوظيفتها على اكمل وجه. فبالتالي في عندي فليور وفي الاسبيندل ميكانيزم. ولكن ام تبقى? قال لك بعد ما الكروموزومة الماتيريال اترسطت في النص وتفصلت. يبقى افتر الكروموزومة الماتيريال لو انت فاكر. انا قلت لك ان انا بقوم جاي مرصص الكروموزومات بتاعتي في النص. وبعدين خيوط المغزل بتاعتي تمسك يا باشا هي. وبعد ما خيوط المغزل بتاعتي تمسك تروح تقسم لك الكروموزوم الى كروماتين وادا كروماتين وكروماتين وكروماتين وبعد كده انضعف ده وانضعف ده وانضعف ده. كل ده بيحصل بقى. وبعد ما كل ده يحصل يوم حصل عندي فشل في الاسبيندل ميكانيزم. فبالتالي التوزيعة ما تبقاش عادلة بمعنى التوزيع ما تبقاش عادلة لو انا كنت بكون مثلا او بكون مثلا اسبيرم ايه اللي بيحصل؟ قالك الاوفا او الاسبيرم هلاقي فيها 23 زي 23 مش هيحصل في الخليه طب لو انا كنت بتكلم في خلايا جسدية يعني زي جود كامل في 46 كروموزوم ال46 مش هينفصل مع بعض فيبقى عندك 46 زي 46 وكده كده ال46 دي متقسمة ايه يا شباب متقسمة 23 فبالتالي 23 زي 23 زي 23 تمام زي 23 ده اللي معنى الكلام الجميع بعد ما القروموزومة ال ولكن قبل نهاية انقسامات الخلية برده عشان افهمك دي الاخر مرة عايزك تفهم بالله عليك يعني ما تحفظش انا معلملك اللي انت تحفظ هو فلي والسابيرم وقالت له خلع سيفهم بس انت فهم يعني ايه فليار Ming بص في الخطوة يا شباب عملية الانقسام لو دي كانت وكانت هتديلي اتنين ان وهذه جيرمي سالس تمام كده حصل ان هي ما ادريتش تديلي خليتين ودتني خلية واحدة بس فبالتالي ده هيعمل الترايبلويد زي ما اديتها كين ده هيديني ايه ترايبلويد يعني ايه اوفا او في 23 زي 23 ما عرفتش افصلهم اما لو دي كان زيجوت فيها اوتوزومة السلزو كان دول 46 مترصصين كده وما اقدرتش برضو افصلهم في خليتين فهيديك تترا بلويدي ده معنى كلمة failure of the spindle mechanism بعد ما الكوروموزومة الماتيريال اضعفت قبل ما الخلية تنتهي منها الانقسام از بيزي از بيزي طبعا زي الفل نرجع على الموضوعنا نخش بعد كده بقى على النيوميريكال ابريجان التاني حاجة اسمها انابلويدي حلو اوي الانابلويدي ده يا شباب هي عبارة عن تغيير في اعداد الكوروموزومات داخل الخلية ولكن التغيير ليس من مضاعفات رقم 23 بمعنى ايه اجا بص مثلا في الخلية يا شباب الاقي عندي 47 كوروموزوم ايه ده ده الكوروموزومات زادت واحد اجا بص في الخلية الاقي عندي 45 كوروموزوم ايه ده ده الكوروموزومات لت واحد في هذه الحالة ده بسميه انابلويدي يعني انابلويدي قالك النامبر ما هواش الرقم الطبيعي ولكنه ليس من مضاعفات الهيبلويد يعني 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 ما هواش بوليبلويدي ده معنى كلمة الانابلويدي بل انابلويدي عكس البوليبلويدي هو تغيير في العدد سواء بالزيادة او النقصان لكروموزوم او اكثر ولكن هذا التغيير في العدد ليس من مضاعفات الثلاثة وعشرين فالذلك ولك نوت ان اجزيكت ليس من مالتبول او في الهيبلويد نمبر طب ده بيحصل اذا بقى يا شباب بص كده معي انا افترض معاك ان انا عندي جيرمي سالس فيها 46 كوروموزوم دخلت الفريست مايوتك ديفيجن هتروح اعطيه لك ايه هتروح اعطيه لك 23 كوروموزوم و23 كوروموزوم هيبلوي هيروح ل23 كوروموزوم داخل السكن فيديك ادى 23 ويديك كمان 23 وديه تديك 23 وديه تديك 23 تمام حلوة كله نور مرهو زي ما انت شايف حلو لما 23 ديت لو انا افترضت مثلا على تبيل المثال ان هي كانت سبير 23 ديت لو انا افترضت مثلا كانت اوفا راح الاسبير مخاصة من الاوفا هيروح يعطي لك الزيجوت الزيجوت هيبقى كام 46 مفيش عندي اي مشكلة وهيكون او هيكمل الديفجن بتاعه نورمال ده اللي بيحصل في النورمال كونديشن طب عشان يحصل انا بلويدي اللي يحصل بقى ركز كده بقى معايا بص لو انا افترضت معاك بقى ان دي برضو جيرميسلس وكان فيها كام وكان فيها عدد الكروموزومات 46 دخلت الميتوتيك ديفيجن الفرست ميتوتيك ديفيجن اسف الفرست ميتوتيك ديفيجن نورمالي وبالتالي اديت لك خليتين كل واحدة فيها 23 سنجلة يعني ايه يعني دي 2N بقى دي 2N ودين عشان بس ايه ماتوش معايا التلاتة وعشرين ده هي بقى ركز بقى معايا التلاتة وعشرين ده هي وهي بتنقسم ام اتعمل لك الشكل ده عملتلي ايه دكتور عطتلي خليتين واحدة 24 والتانية 22 حصل عندي مشكلة ما وبالتالي واحدة بقى فيها 24 والتانية بقى فيها 22 ايه اللي حصل لما الـ 24 ده هي يا شباب جالها على تبيل المثال لو انا افترطت ان هي أوفا جالها سبيرم وكان الـ 23 ورحم خصبها لما الـ 23 يخصب الأوفا الـ 24 هيطلع لك زيجوتة هيطلع لك زيجوتة الجنين ده هيبقى كم قالك الجنين ده هيبقى 47 كروموزوم تمام طب الـ 22 ده هي لو انا افترطت ان هي أوفا وجي خصبها لباردو سبيرم وكان الـ سبيرم ده نورمال وفيه 23 كروموزوم هيروح مطلع لك زيجوتة حلوة اول هذا الزيجوت هيبقى في كم كروموزوم يا شباب هيبقى في 45 كروموزوم طب واحدة واحدة بقى الـ 47 انابلويدي الـ 45 انابلويدي الـ 47 ليست من مضاعفات الـ 23 ولا الـ 45 طيب معلش بقى ركز معايا احتماليات الكروموزوم الزيادة ده خد استببى استببى الله يكريمه الكروموزوم الزيادة اللي راح في اوفا عن التاني والله ممكن يكون الكروموزوم الزيادة او هكتب كده او كده بالعربي الكروموزوم الزيادة ممكن يكون 6 كروموزوم يعني ايه يعني 6 كروموزوم يعني الزيادة كانت 6 كروموزوم فالـ 47 كروموزوم دول لما اجد فنطهم مثلا هلاقيهم XXY واخد بالك انت XXY يعني ايه يعني 47 كروموزوم الـ 6 كروموزوم X بقى فيه منه نسخة زيادة انت عارف ده حالة مرضية اسمها ايه اسمها الكلاينفيلتر سندرو طب ايه رأيك لو الكروموزوم الزيادة كان واحد من الاوتوزوم الكروموزوم حلو وكان مثلا على فبيل الميزال التضاعف او الكروموزوم الزيادة كان الكروموزوم رقم 21 فبقى عندي ايه فوانا بقى عندي 47 ولكن الكروموزوم 21 هو اللي في منه 3 نسخ هو الكروموزوم 21 في الطبيعي فيي انا كم حمد كم 1 اتنين مش انت عندك 46 كروموزوم 1 فال прокروموزوم 21 او الزوج 21 كروموزوم مايه طب لما يزيد عليهم واحد فبقى عندي 3 من الكروموزوم واحد وإه حلو اول لما يبقى عندي 3 من الكروموزوم 21 د هي بسميها ايه شباب دي بسميها يعني ايه يعني ثلاث كروموزومات من الكروموزوم ب expl mitt superhero 21 هذا PF في القروموزوم واحد وعشرين دي د داوين سندروب يبقى يد داوين سندروب هو شخص بيحتوي على كروموزوم زيادة هذا الكروموزوم الزيادة هو رقم واحد وعشرين. طب ايه رأيك لو كان الكروموزوم الزيادة هو الكروموزوم رقم طمانتاشR. يعني عندي تلاتة من الكروموزوم رقم تمنتاشR. دي Practice او ن petite syndrome اسمها Edward syndrome. مهم او بتادي واحد ايساك طب لو الكروموزوم اللي كان زيادة اللي اتخذ نوع زيادة كان كروموزوم جازدي وكان رقمه وتلتاشR. ده حالة مرضية هيبقىج اسمها الباتو باتوا سندرو. الكلام ده مهم جدا يا شباب. باتوا سندرو. يبقى تاني. انا اخدت كروموزوم زيادة. ممكن يكون كروموزوم جنس. فمثلا يبديك ايه? يعني لو الكروموزوم كان اكس. يبقى اكس اكس واي. الواي مافيش مفيش منه نسختين. ماينفعش يبقى عندك اكس واي واي. مافيش الكلام ده. هو الا اكس اكس واي. لا مافيش. لا مافيش امفر يحصل ايب ابورشن. او الكروموزوم اللي انا اخدته كان جسدي. احتمالياتك ايه? ان واحد وعشرين يبقى تلات نسخ. فبالتالي ترايزومي من الواحد وعشرين ده اتدوين. او تمنتاشر تلات نسخ ترايزومي من تمنتاشر ده الادوار. او ترايزومي من ايه رقم تلاتاشر فده اللي بقول عليها باتوا. تمام? طب ما انا عندي احتمال تاني برضو نسيت اقول لك عليه. ايه رايك مسلا? ده لو كان ميل. طبعche لو كانت سبعة واربعين بس كان اكس اكس اكس. يعني ايه يعني? يعني انا خدت اكس زيادة. اه دي في ميل ولكنها خارت اكس زيادية في ترايزومي في القروموزوم اكس. انتعرف دي samarna jp د. انا اعلم. طب تعال المين? تعال saved р, انا عند الافا ده اتنين وعشرين. فيها ايه يا شباب? فيها ميسنج للكروموزوم. يبقى هنا كروموزوم ناقص. طب اركز معي. ايه رأيك لو كان الكروموزوم الناقص جسدي? الجنين ده هيموت. ما ينفعش. ما فيش واحد ينفع يتولد بكروموزوم جسدي ناقص. هيموت. يحصل ابورشن. طب ايه رأيك لو كان الكروموزوم الناقص ده سكس كروموزوم. لو كان وي? حلو. في الغالب. مش هينفع. هيموت برضو. اما لو كان الاكس اللي ناقص. بقى اي يعني? بقى عندك خمسة واربعين كروموزوم. ولكن اكس واحد بس. اللي ناقص هو اكس. ده الحالة المرضية اللي اسمها تيرنر سندروم. ده اسمها يا شباب تيرنر سندرومة. تيرنر سندروم. حلو. ده تيرنر سندرومة. فلذلك يقول لك ايه بقى? التيرنر سندروم هي منظومي. يعني ايه منظومي? يعني كروموزوم واحد بس من الاكس. المفروض ان كان يبقى فيه اثنين كروموزوم. ولكن في واحد كروموزوم بس. فهمت انت بقى? حتة الانابلويد ديت وجاية منين? لو انت فهم طبعا الميوزز اللي انا عاد تتكلم عنه في اول الفيديو هتلاقي ديني دي زي. على فكرة انا شاريح حلق بطريقة. عمرك في حياتك ما تنساه بيه. طب تعال نشوف الكلام ما اكتوب ازاي شباب. مبدأين كده بس محمد رحيم يقول لك اللي الانابلويدي هو number is not an exact multiple ليس من مضاعفات الهيبلويد. ممكن يكون عندك كروموزوم زيادة اكسترا كروموزوم او ممكن يكون عندك كروموزوم مفكول. طيب. لو كروموزوم زيادة فالعدد النهاي يبقى سبعة واربعين. فبيبقى عندك فيه كروموزوم زيادة من الستة واربعين. فيبقى عندك تريزه من نوع معين من الكروموزوم. لو كان الكروموزوم الزيادة هو كروموزوم جسدي فانت عندك ثلاث احتمالات. لو الواحد وعشرين هو اللي متقرر يبقى دوين. لو الثمنتاشر هو اللي متقرر يبقى ادورد. لو الثلاثتاشر هو البتو. طيب لو كان عندك سيكس كروموزوم هي اللي فيها زيادة. لو انا عندي اكس اكس واي ده كلاينفيلتر. لو عندي تريبل اكس ده اللي هو السوبر فيميل. او عندك كروموزوم ميسنج. ده بقول عليها مونوزومي. يعني مونوزومي يعني فيه كروموزوم ناقص. زي مين? زي تيرنر سندروم في عندك مين? الكس ناقص. طيب لو انا عندي بقى سيكس كروموزوم هو اللي ناقص. ا اسف. اوتوزوم هو اللي ناقص. هيحصل عندك ابورشن يبقى مونوزومي يعني ايه يعني فيه كروموزوم مفقود. من كروموزوم ايه من الكروموزومات الجسدية هذا ليس القاتل وبالتاله يحصل عندي ابورشن. انا طبعا اشطه لك غاست يعني اوتوزوم يعني في الفيديو اللي فاتب. طيب. ايه بقى اسباب المشاكل دي او ايه اللي يخلي خلية يطلع فيها على ثبيل المثال 24 كروموزوم اهو حلو وخلية تاني يطلع فيها 22 كروموزوم قالك مبدئيا كده بسم الله أحمد رحيم 22 دي سهلة ايه السهلة هي كانت خلية نورمل يعني ايه يعني كانت 23 ولكن ام كروموزوم حصل له يعني써 حزفت كروموزوم يا شباة حزفت اكرو موزوم فلما احزف كروموزوم يبقى عليه منظومي يبقى ему ديشن كده راحت راشيلة لم في الزبال شكرا بص بقى على 24 لتفسير 82 بص كده على 24 اللي يخلي في يكرو موزوم زيادة عندي قالك مبدئيا كده عندك مشكلة في يعني في ما حصل ما حصلش انفصال وانا بقى سمن الكروموزومات هنا ما حصلش حصل عندي وبالتالي فضل الاتنين كروموزوم مع بعض. لأ يعني الكروموزوم عدى زي ما هو. انت مش المفروض مثلا على سبيل المثال الكروموزوم ببقى كده. تروح تكون هنا سبندل وهنا سبندل. فدي تاخد كروماتيد. ودي تاخد كروماتيد كده وكده. ودي بعد كده بيكون من الكمبيليمنتري. ودي بيكمل الكمبيليمنتري. ده ما حصلش. انا خدت الكروموزوم كله راح نحية واحد. فبقت نحية فيها كروموزوم كامل زيادة ونحية ما فيهاش. ده بقى ايه يا باشا؟ ده بقى معنى كلمة ما حصلش عندي انفصال للكروموزوم بتاعي. او في حاجة قصيعة بقى. طب بص كده في الترانس لوكيشن اللي هو التفسير الثالث لحدوث الانابلويدي سهلة. انا والله وانا بنقسم ميتوزي روحت واخد كروموزوم كامل نقله على كروموزومتين. زي الكروموزوم واحد وعشرين مس. روحت واخد الكروموزوم واحد وعشرين نقله على الاتنين وعشرين. فبقى عندك حاجة اسمه ايه؟ ترايزومي من الكروموزوم واحد وعشرين في الخلية. ازاي؟ انا عند ده الواحد وعشرين اللي اتنين بتاعي اهو. وجيت هبص كده باسم احمد رحيم. لقيت اده الكروموزوم اتنين وعشرين. ولكن لقيت واحد راكب فوقه كده. معلش اهو واحد كده راكب فوق ده. خلينا نرسمه كده اهو. فبالتالي لما جاعد هلاقي ان فيه عندي تلاتة واحد وعشرين. حلو. ولكن ايه اللي حصل ان الكروموزوم واحد وعشريني زيادة دهو. جبته ازاي؟ عن طريق ترانس لوكيشن لكرومبيليت كروموزوم. يبقى هي ازباب الانابلويدي. في الانابلويدي. في الانابلويدي. او انا حزفت كروموزوم اصلا فده هيعمل لي منوزومي. وده يعتبر من انواع الانابلويدي. او نقلت كروموزوم من خلية الى خلية اخرى. فبقى عندك في الجسم توسي اللاين. خليها فيها سبعة واربعين وخليها فيها خمسة واربعين. طيب. هنخش بعد كده على ده اسهل شوي بقى. يعني ايه يعني انا عندي طفرات ولكن على مستوى التركيب. حلو. اول حاجة ده ممكن تيجي لك سؤال نظري يقول لك اكتب لي فوق كده. اول حاجة اللي انا يستم كلمك عن. يعني ايه ترانس لوكيشن. يقول لك بص كده في الرسمة دي. انا قد تتذكر على الرسومات وتفهم. ده الكروموزوم رقم اربعة وده الكروموزوم رقم عشرين. احنا كده كده عارفين ان الكروموزوم رقم عشرين شورت والكروموزوم رقم اربعة لونج. او كي. او لرج. خدت حتة من الكروموزوم رقم اربعة. وحتة من الكروموزوم رقم عشرين. ونقلت حتة من الكروموزوم رقم اربعة للكروموزوم رقم عشرين. وحتة من الكروموزوم رقم عشرين متشابهين يعني. يبقى انا عندي معلش بس كده بنقل حتة من الكروموزوم لكروموزوم اه. طب ايه رأيك? لو انا نقلت كروموزوم كامل تعمل لك ايه? تعمل لك انا بلويدي. يبقى لو نقلت كروموزوم كامل تعمل لي انا بلويدي. ممكن انا نقلت كروموزوم كامل. اقول لك لو الكروموزوم كامل هو اللي تنقل ده ينشأ عنك زي مين في الكروموزوم واحد وعشرين على تبيل المسأ. يبقى لنقل حتة لنقل كروموزوم. اقول لك حاجة انت ممكن ما تنقلش حتة. انت ممكن تنقل شرطة ارمى كامل او كامل. المهم حتة من حتة او حتة اه 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 حتة كروموزوم لانتير كروموزوم يبقى كومهانتين من الكروموزوم لانتير كروموزوم It is called a Translocation. سهلة. هجي حتة على الكروموزوم وقصتها وارمها في الزبالة. او اورم الكروموزوم كله في الزبالة. يبقى لصف يعني وفقدان بورشن اف دا كروموزوم تمام غير غالب عن طريق بريك تجي والله الان ببقى اخر التراتوجيني تعرضت مسلا لرادييشن وكيفر طب ايه رأيك مسلا بص كده في المصطلح ده اربعة بي تقيلة بي اه بي سالب ده معنى ايه اربعة ده رقم الكروموزوم بي ده نسبة للشورت ارم سالب يعني حسف يبقى لما اجا اقول لك مسلا عشرة بي سالب يبقى الكروموزوم رقم عشرة الشورت ارم بتاعه حصل فيها ديليشن واحنا المفروض اصلا عملنا جينوم عارفين الكروموزوم رقم عشرة الشورت ارم ايه الجينات اللي موجودة عليها فبالتالي هقدر اتوقع المشاكل هتبقى عبارة عن ايه طب بص كده عكس الدليشن احفظها عكس الدليشن دبليكيشن يعني دبليكيشن تضاعف جيت والله على حتة من الكروموزوم قصتها وضعفتها يعني كان عندي تركيب مثلا اي جي تي حلب سي وروح تم ضعيف فبقى عندي اي جي تي سي بس ده معنى كلمة يعني ضعيف خدت حتة من الكروموزوم وضعفتها يبقى بريزنس وجود قطعة زيادة من الكروموزوم موجودة عندي تمام طب بص كده على رينج كروموزوم يعني رينج الكروموزوم بتاعب يبقى موجود في صورة لينيور رأيك لما ياخد شكل الحلق طب ده بيحصل ازاي عن طريق ان انت بتيجت تقص اطراف الكروموزوم بالسيم انزاين بنفس الانزيم اكتب كده جنبها لما انا اصيل اطراف الكروموزوم بالسيم انزاين ساعتها نفس الانزيم ده هيعملك حاجة اسمها استيكي اند على فكرة كنا اخدناها زمان في البايو اخدناها في المايكرو برضو يعني استيكي اند يعني الاطراف ده هي او الطرف ده هو والطرف ده هو اللي تقص القواعد اللي موجودة فيها يعني مكملين لبعض يعني هتيجي مسلا تلاقي لو الطرف ده ماشي لو طرف ده هو مسلا القواعد اللي موجودة فيه اي Acts��ios. هتج Abe بص على الطرف ده هو. هتجول القواعد اللي موجودة في. تي سي اي جي. ايه الكلام اللي أنا بقول ده. ده القواعد نيتروجينيو. المفهرون انت فيهم الكلام ده يعني? فالاي كومبليمينتر لها تي. والاي contexts وهكذا. فبالتالي يقوموا جاين لبين? وعاملين لك الشكل ده. فبيقول لك لو انت حزفت. تمام? البوس اندس بتوعية الكروموزوم. تمام. إلا يحصل يا دكتور قالك النهايتين اللي محزوفين هيتحدوا مع بعض. يحصل لهم ريونيون أو ريونيتد عشان يعملولك شكل. الحرقة ده معنى كلمة رينجو كروموزوم. ده معنى كلمة يا شباب رينجو كروموزوم. زي بيز زي الفل. طيب بعد كده عندنا انفرجن. انفرجن يعني شقلبة. يعني ايه شقلبة? انت جيت حتة من الكروموزوم وروح تقلبها. عملت حاجة اسمها يعني قصرت حتة من الكروموزوم. وبعد كده اروح تلاففها وعمل إعادة لحم. تمامي وبيلقاء. الحتة اللي القصر دي ما حزفتهاش ولا نقلتها او مالا عملتها ايه باشا لحمتها تاني. ولكن وانا بعمل لحم. آآ عملت يا دكتور اللي بتهى. بط ولكن يعني الحتة المكسورة اتقلب. بيه معنى? بيه معنى اهو كان الترتيب عندك ايه ايه. جي سي تي ايه جي جي. روح تقلب. فبقى الترتيب عمل ازاي بص? اقلب كده من حال تاني. وانت انا جاي مسلا قصص ديت كده اهو. قصص دي. سوري. جيت يا باشا قصيت هذا الشكل. فبقى عمل الترتيب ازاي? وقلبته. ايه ايه. جي. جي. اي. تي. تبقى انت من الحتة دي. سي. جي. يعني الجزء ده هو مالوه. بدل مكان سي تي اي جي بقى جي اي تي سي. بس ده معنى كلمة انفرجون. سهل خاطص. يبقى وبعدين ولكن الريكونستريكتيد ريجون او البروكن ريجون مالها انفرتيد. هم شا يقولك سمع. بس بقى فاهم. الصور ابلغ من الكلام. طب بص بقى الايزو كروموزوم. ايزو كروموزوم ديت فيها جزء صغير خالص بسيط. ولكن فيما معقد شوية ومهمة. الكروموزومات بتاعت لما كانت بتيجي تنقسم في على فبيل المسال او في اسناء كانت بتنقسم ازاي ان بيجي عندك خيوط المغزل تيجي النحياري وتيجي النحياري وتشد. فالكروموزوم بتاعك يتقسم بالطول زي ما انا كنت بقولك طب ايه رأيك لو حصل العكس بقى ايه اللي هو ايه بقى والله الكروموزوم بتاع شباب خيوط المغزل مسكت في مكان عكس اللي المفروض كانت تمسك فيه مسكت هنا حلو الكلام والتانية مسكت هنا. ده شد وده شد فرح الكروموزوم بتاعي مقسوم بالعرض. السنترومير اتقسمت بالعرض. ساعتها يبقى عندك الكروموزوم ازاي? اتنين شورت ارم واتنين لونج ارم. ودي ايدنتيكال لبعض ده شايل نفس الجينات اللي الشورت ارم ده شايلها. فبالتالي ده يسمى بالايزو كروموزوم. يعني مصطلح او كلمة ايزو. ايزو يعني متشابه. يعني متشابه يعني زي بعض. يعني ايه زي بعض? يعني انا اسمت الكروموزوم بالعرض لشورطة Arm والشورطة Arm ده يا شباب هنا نفس الجينات اللي موجودة هنا واللونج Arm واللونج Arm دي يا شباب هنا ديت موجودة فيها نفس الجينات اللي موجودة هنا فبيقولك ايه اثناء انقسام الخلية السنترومير بدل ما ينقسم بالطور انقسم بالعرض وبالتالي راح عمل لي ايه يا شباب أيزو كروموزوم تبدية هنفهم واحنا بنتكلم في المكنزم بتاعت دون اي ايه والتاسف كروموزوم ده كده بمنتهى البساطة ولكن لتفسير اصعب شوية فانا مش عايز اتكلم فيه يعني انا مش عايز اخش كتر من كده طيب بص كده على الصورة دية بيقولك ايه رأيك لو انت جيت بصيت لقيت ان الكروموزوم بتاعي في اتنين سنترومير اروح مسميه يعني ايه يعني الكروموزوم الذي يحتوي على اتنين سنترومير يجيبه كروموزوم ده بقوله على دايسنترومير ولا مش عايز الكلام ده هو بيقولك برضو هيبيحصل اثناء لو ما يبقى عندي مشاكل كده فيه امالية الانقسام بتاع الكروموزومات بتاعي طيب كده انا خلصت مين يا شباب كده انا خلصت طيب ايه رأيك بقى نتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه الموزايكزم يا شباب قالك موزايكزم يعني ان حضرتك عندك نوعين من الخلايا كل نوع فيه اعداد مختلفة من الكروموزومات عارف انت اه الاميس المقلم اللي هو لون ولون هي دي الفكرة بالضبط بيقولك ايه بريزنس اف وجود توسي اللاينز يعني توسي اللاينز نوعين من الخلايا كل واحد فيها ديفراند كياريوطايبنج مختلف لأ فهمني بقى سهل بص سهل انا مثلا على تابيني المثال اهو هلو ده 23 كروموزوم وده 23 كروموزوم دي اوفا وده سبير الاوفا خاص صبت السبير مقاول عكس هلو كون لجنين او زيجوت في ستة واربعين المعلم ده اما بيجي ينقسم بالمايتوزيس اللي بيحصل الستة واربعين بتوعك بيتضاعفوا او بيترتبه في النص كده حلو الكلام وبعدين ده بيروح هنا وهكس حلو وبعدين وأنا بقسم الستة واربعين رحت اعمل ايا باه مقاسمتش اسمة العدل اسمت خلية خلية فيها خمسة واربعين وخلية تانية خلية فيها سبعة واربعين ده بقاسمها موزايكزم يعني ايه يعني دي طول عمرها تبقى خمسة واربعين ودي طول عمرها تبقى سبعة واربعين فلما جاء تاخد خلايا وعمل لها كاريو تايبنج هلاقي في نفس الشخص خلايا 45 كروموزوم وخلايا أخرى 47 كروموزوم وده بتحصل في حالات الدوين بتحصل في حالات التيرنر وهنتكلم عنها في الميكانيزم أوف دوين طيب ده بيقول لك ايه بوست فرتلايزيشن ايفنت يعني ده بعد ما الاوفا اتخصى في بالسبير وبعد ما بقى عندي زيجوت 46 كروموزوم بيقول لك الاولتوريشن يعني التغيير في الكاريو تايبنج نيوميريكل أو ستركشرال يعني الاعداد مختلفة والتركيب مختلفة ده بيعني استركشرا مش فاهم ايه رأيك مثلا لما السبعة واربعين ده هما اتلاقي مثلا اده ده مين ده الكروموزوم 21 وده مين ده الكروموزوم 22 ولكن الكروموزوم 22 لقيته شايل اخوه الكروموزوم 21 ده يعتبر استركشرا لهو وفي نفس الوقت نيوميريكل هجعدي في النهاية وما 47 في الخلية دي ولكن الكروموزوم 21 راكب على الكروموزوم كام 22 ده معنى كلمة موزايكزم يبقى انا عندي يعني خليتين كل خلية فيها كاريو تايبنج مختلفة عن التاني في الغالب دي بتحصل بوست فرتولايزيشن ودي بتحصل اثناء الميتوتيك ديفيجن وبرضو هيقول لك السبب هو وده ينشع عندك ان خليتين مختلفتان في الكاريو تايبنج فبسميها موزايكزم بس كده شبه انا كده خلصت فيديو النهاردة اتمنى من الله عز وجل ان انت وانت بتذكر الورقتين دول حاطتهم في جيبك اللورة عشان انا ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هجا اتكلم عن الميكانيزم او الاتيولوجي اوف داون سندرو وهسلقيني بتكلم عن ترايزومي وسببه ناندس جونكشن وعند نوع تاني من الداون موزايك وعند نوع تالت من الداون سببه ترانسي لوكيشن فبالتالي لو انت فاهم الكلام ده هتبقى الدنيا ايزي بيزي خالص باصعب جزئية في الداون الداون سهل جدا سهل جدا ان انا اكلمك how to diagnosis how to manage سهل سهل وهكلمك في حتة العمل انما الحتة اللي هي اللي فهمها صعبت اصعب حتة في الدون اصعب حتة في الدون هيخدمنا في منا لهذا الفيديو بالتوفيق يا شباب ان شاء الله اي حد عند اي استفسار يبعاتلي ورب نعينكم ويوفقكم باذن الله اشتركوا في القناة